الموسوعة دي بتقول إن أنا عندي علم، تاريخ، صور، عادات وتقاليد أستأذن بس حضرتك إن أشكرك جدا على الاستضافة وفرصة برضو إن أهني أصدقائي وإخواتي المسيحيين بعيد الميلادي المجيد ومن حسن الطالع زي ما قلت لحضرتك من ثواني إن فخمت الرئيس النهاردة كان في سهاج وبيفتتح وبيورينا قد إيه عظمة الصعيد إحنا موسوعتنا الحمد لله بدت بأول محافظة كانت من الصعيد مشروعنا هو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي بعنوان موسوعة الأغذية الشعبية المصرية واسمحيلي برضو أشكر الأستاذ الدكتور محمود صار رئيس أكاديمية البحث العلمي هو اللي ادنا الدفع هو اللي وصق فينا هو اللي حفزنا لأن العمل ده كان حلم من أحلامنا وإحنا صغيرين من زمان إحنا ما عندي ناشن موسوعة دي طب قولي يا دكتور يعني أولا يعني إيه اللي خليكم تبدأوا من إنا أو جنا زي ما بيقولوا إحنا عاملين حسابنا أن إحنا بنلف كل محافظات مصر فبدينا بمحافظة إنا لأن إحنا برضو كانت عندنا مشكلة أساسية إزاي نوصل للبيوت برضو برضو لازم أوضح حتة مهمة قوي إن الكتاب اللي في إيد حضرتك ده مش كتاب طبخ إحنا ما بنقولش إزاي ده تاريخ بنتكلم في التاريخ من أيام الفراعنة لغاية لما نوصل لمصر الحديثة بنتكلم في الجغرافيا كمان بنقول الجغرافيا بتاعتنا أن كل بيئة ليها أكل معين البيئة السحلية البيئة الصحراوية إزاي ما حالك قلت من ثواني أن كل بيئة لا ليها بتفرز أكل معين إحنا برضو بنتكلم على القيمة الغذائية للمنتج فإحنا بنروح كل محافظة إحنا رحنا حوالي أكتر من عشر محافظات بدينا بمحافظة إنا سجلنا فيها معظم أكلاتهم الشعبية هناك العيش الشمسي البتاو الفايش كل الأكلات أه طبعا